ومن الخرطوم معنا عبر الهاتف مرسلنا وائل محمد الحسن وائل أهلا بك إذن عمليات الإجلاء على قدم وساق والتخوف من عودة وطيرة العنف واشتداد المعارك بعد انتهاء الهدنة إلى ما تشير المعطيات الميدانية على الأرض نعم المعطيات الميدانية الآن على الأرض هناك قصف جو من قبل الطائرات الحربية يتابع لي الجيش على بعض المواقع بضاحية دوري وتحديدا بشارع المعرض وهو أحد أكبر شارع ضاحية دوري شرقي الخرطوم أيضا هناك اشتباكات متفرقة الآن في محيط القيادة العامة يسمح حتى الآن دوية الرصاص وأيضا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بصورة متقطعة أما في أمدرمان فالآن ومنذ الصباح هناك هدوء نسبة في هذه المدينة التي شهدت مساء الأمس اشتباكات عنيفة وعمليات قصف عليك من قبل الطائرات الحربية والمسيارات التابعة للجيش على بعض المواقع الثابتة والمتحركة لقوات الدعم السريع أما في الخرطوم بحري أيضا هناك سماع لإطلاق رصاص ولكن متقطعة وهناك هدوء في بعض الأجزاء في مدينة الخرطوم بحري تحديدا تلك المحاور التي كانت تشهد اشتباكات عنيفة في الأيام الضاضية وأيضا ليلة أمس أيضا التي كانت من أطول الليالي بالنسبة للمواطنين الذين كانوا يتحدثون من خلال وسائل التواصل الاجتماع عن قصف عنيفة واجتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش في ناحية شمباتة التي تضم معسكر لقوات الدعم السريع والذي كان سابقا أحد معسكرات الجيش والذي الآن هو معسكر للشرطة العسكرية لقوات الدعم السريع أما بالنسبة للأحياء الأخرى والأطراف في المدرسات المكونة للعاصمة الخرطوم فهناك هدوء نسبي لعدة أيام حتى الآن ما مكن المواطنين من الخروج في محاولة للفرار من هذه الحرب في عدة نقاط هناك نقاط لتمركز حافلات النقل المختلفة في الخرطوم وفي أمدرمين وفي الخرطوم بحري لنقل المواطنين من العاصمة ناحية الولايات المختلفة أو حتى ناحية الحدود إذا كانت حدود السودان الشمالية مع جمهورية مصر العربية أو حتى الحدود الشرقية ناحية ولاية البحر الأحمر بورسودان أو حتى ناحية الحدود مع أريتيريا وأثيوبيا أما بالنسبة للجوانب الإنتانية فحتى الآن الأمر يتطور من سيء إلى أسوأ خصوصا في الجانب الصحي فالقطاع الصحي يمكن أن نسميه بحسب ما ورد من بعض المنظمات الصحية على رأسها نقابة الأطباء بأن هناك انهيار شبه كامل للقطاع الصحي تحديدا في مدينة الخرطوم حيث خرجت أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل حتى الآن هناك نزرة في الأدوية في بعض المستشفيات أو حتى الأكسجين أو حتى الدم وهناك نداءات للتضرع بالدم هناك بعض المستشفيات التي أصبحت الآن فقط تتعامل مع المصابين من الجنود من الطرفين وبعض المواطنون هناك الآن مراكز أصبحت الآن عبارة عن خلية نحل بالنسبة لعلاج هؤلاء المصابين من المواطنين ومن الجنود هناك الآن بعض الأصوات لبعض الأطباء ما تتحدث عن مقصحات في الشاشة وفي الأدوية بطولة الإتعافات الأولية يجب لي الإمدادات الطبية حدث أن جميع المستشفيات لم تكن إليها أي إمدادات طبية ودوائية بسبب أن الإمدادات الطبية التي كانت لها مخازم بيئة خرطوم تم إحراق هذه المخازم جراء القصر الشديد في الأيام الأولى في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع ولا تستطيع أي منظمة حتى الآن أو حتى الولايات المجاورة مد الخرطوم بمدينها الثلاث بالدواء لتعذر الوصول لعدم التصريح حتى الآن من الجوانب المتقافلة بأي مسارات آمنة لإيصال هذه الأمدادات هذا التوصيف هل ينطبق على الخرطوم بحري وأمدرمان فيما يتعلق بالمستشفيات؟ نعم يتعلق بالخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان لأن جميع هذه المستشفيات في المدن الثلاث ستتركز في مراكز المدن أو في وسط المدن وهي المحاورة عادة التي تكون حولها الاشتباكات في الخرطوم بحري عادة كبير جدا من المستشفيات أصبح خارج الخضل هناك المستشفيات تعرضت لأنقصه في الخرطوم والخرطوم بحري وأيضا في أمدرمان وبالتالي تعذر وصول المواطنين إلى هذه المستشفيات بالنسبة للخرطوم حتى الآن أكثر من 60% من المستشفيات المتركزة بين محيط القيادة العامة ومحيط القصر الجمهوري لا تستطيع استقبال المرضى بسبب تعذر وصول سيارات الإسعاف أو تعذر وصول وسيلة نقل لهؤلاء المرضى من وإلى هذه المستشفيات هناك ندرة وشبه كاملة بالنسبة للوقود ما ينظر أن نشاهد سيارات خاصة أو سيارات تعمل بالبنزين ما نشاهده فقط هو حاصلات النقل التي تتزوج بالوقود وتحديدا الجازلين من الولايات التي تذهب إليها وبالتالي المواطنون الآن فقط يحاولون بقدر المستطاع الاحتفاظ بقدر من الوقود في سياراتهم للضرورة والضرورة القصوى ويحاولون دائما جد حاجياتهم سيرا على الأقدام ما هو دور وزارة الصحة في كل ما يحصل؟ لا وجود الآن لحكومة في ولاية الخرطوم الآن العاصمة الخرطوم بلا حكومة بلا مؤسسات بلا أي دور يمكن أن يرجع إليها المواطن في حال حدث له أي مكهو هناك عمليات سلبة تحدث لعدد من المرافق الخدمية هنا في الخرطوم وللبلوك وأيضا للمحال التجارية وللأسواق الشرطة لا تنتشر الشرطة فقط الآن تتواجد في مراكز الشرطة لا تستطيع مغادرة مراكز الشرطة هناك مراكز في محيط الاجتباكات تم تحدث جنود الشرطة منها وبالتالي هناك بعض الأصوات الآن التي تصيح هنا في الخرطوم مطالبة بعودة الشرطة للشوارع ولمراكز الشرطة بالأجل حماية المواطنة